اليوم وصفتنا مميزة وكتير طيبة وصفة لمسخن الفلسطيني بطريقته الأصلية عندي هون طنجرة كبيرة على النار رح أضيف فيها أربع معالق كبيرة من زيت الزيتون بس يسخن معي الزيت شوي رح أضيف حبة بصل وحدة مفرومة لمكعبات صغيرة مع البصل رح أضيف المطيبات الحب عندي عود واحد قرفة أربع أوراق غار ثلاثة أو أربع حبات من الهيل بحب كتير أقل الدجاج قبل ما أسلقه بهالطريقة بعطي نكها كتير طيبة للمرأة كمان بتخلص من الزفر ما بتطلع عندي المرأة زفراء أو زنخة رح أقلي البصل مع البهارات مدة دقيقة وحدة بس هلأ رح أضيف الدجاج أنا هون ما ستويت البصل أو ما دبلته لأنه بدي أطبخه لسه مع الدجاج فما بدي يوصل لمرحلة إنه ينحرق عندي دجاجة واحدة وزنها 1200 جرام على الأقل مقطعة أربعة مغسولة كتير منيح ومجففة رح أضيفها وبترك جهة الجلد للأسفل خليت الجلد بالدجاج لأنه أنا بدي أحمره بالفرن لفت إطاع الدجاج وهلأ رح أتركها على هذا الوجه أربع دقائق تقريبا لحد ما تاخد لون دهبي بعدين رح أرجع أقلبها بعد مرور الوقت رح أقلب إطاع الدجاج لحظوا إنها بدأت تاخد لون رح أتركها كمان بنفس المدة على هاي الجهة حتى تاخد كمان لون دهبي ويجف لون اللحم الني وهيك مر الوقت على إطاع الدجاج أنا بس بحرك بين الفترة والثانية تحريكة بسيطة هيك بمعلقة مغلية كمان رح أضيف معلقة صغيرة ملح لا تخافوا الملح هون ما رح يأخر من نضج الدجاج أنا بدي لحم الدجاج ياخد نكهة الملح ينطبخ من جوه بطريقة تامة رح أتركه هلأ لمدة ساعة لحد ما يستوي معي تماما هلأ لنبدأ بتحضير البصل الخاص بالمسخن في ناس بحبوا يقطعوا البصل جوانح وفي ناس بحبوا يقطعوا إطاع مربعة عندي هون اللاية كبيرة أو طنجرة غميئة على النار من المعروف أن طبخة المسخن فلسطيني باعتمد على زيت الزيتون البلدي وبنستخدم زيت الزيتون الطازج عندي هون كوب ونص من الزيت لا تستكتروا الكمية كل طبخة المسخن تعتمد على زيت الزيتون أما هون بالنسبة للبصل عندي خمس حبات من البصل أنا قطعتهم لقطع مربعة بحجم تقريبا كبير بهذا الشكل زي ما شايفين نقدر نقطعه زي ما منحب جوانح أو قطاع مفرومة أنعم كمان بصير خمس حبات كبار من البصل رح أضيف للبصل بنصف معلقة صغيرة ملح بس عشان أساعد من أنه يدبل معي البصل أو يستوي بشكل أسرع ورح أبدأ أقلب هلا رح أغطي اللايت هي أو تنجرتي بهالشكل والنار لازم تكون متوسطة مش عالية ورح أتركه لمدة عشر دقايق وننتبه النار ما تكون عالية عشان معين حرق معي البصل خلال مدة تقلية البصل زي ما شايفين رح أحركه مرتين أو ثلاثة حتى أضمن أنه رح يستوي من كل الاتجاهات بنفس الشكل أنا بدي البصل يستوي بدون ما يتحمر نهائيا بدي إياه يصير شفاف وبغطي وبتركه ليستوي تماما ويصير معي شفاف هيك أنا رجعت للبصل بعد ما أقلبته أكتر من مرة ركته على نار متوسطة لهادية زي ما شايفين كيف صار شكل البصل ما أخد لون أبدا بنفس الوقت صار شفاف عندي واستوي تماما خطوة أنا بحب أعملها شخصيا حتى أعزز نكهة زيت الزيتون بس رح أضيف نص كوب من زيت الزيتون وهو هيك رح يكون على البارد فنكهة رح تكون أقوى وأربع معالي كبيرة من السماء السماء هو البهار البلدي الحامض هو نوع من النباتات الحامضة وهو البهار الأساسي بوصفة المسخن هلأ بقلبهم بس تقليبة بسيطة وهيك صار البصل عندي جاهز رح أرفعه عن النار ما بطبخه بعد ما أضيف الزيت والسماء بطفي النار وبرفعها هلأ أنا حضرت وعاء كبير حطيت فوقه مصفاية هون عندي البصل مباشرة وهو سخن رح أبدأ أصبه بالمصفاية هون لأأخذ الزيت لحال والبصل لحال طبعاً مثل ما حكيت أنا اليوم رح أستخدم الزيت اللي استخدمناه بقلي البصل بكل مراحل طبخ لمسخن شوفوا معي هاد الزيت اللي هون طلع عندي هذا بدي إياه لحاله والبصل بدي إياه يتصفى كمان لحاله هلأ بعد مرور ساعة من الزمن على الدجاج رح أرفع غطى الطنجرة لاحظوا إنه كيف رح يكون معي الدجاج مستوي تماماً أرفع أطاع الدجاج بسنية الفرن وأصفي المرأة على جنب لأنه رح أستخدمها لحالها هون بعد ما صفيت الدجاج بسنية الفرن رح أبدأ أتبل إطاع الدجاج بتتبيلة خفيفة أنا مجرد رح أضيف على الوجه نص معلق أصغيرة من الفلفل الأسود ونص معلق أصغيرة من البابريكا الحلوة ونص معلق أصغيرة من السماء السماء نفس البهار اللي استخدمته مع البصل رح أضيف هلأ هون من زيت البصل اللي صفيته بعد الألي شايفين كيف في كل مراحل الطبخة رح أستخدم من هذا الزيت ورح أفرك إطاع الدجاج بإيدي كتير منيح في ناس بحطوا إطاع الدجاج مع البصل أثناء التقلية حتى ياخد من النكهة أنا بفضل هاي الطريقة بحسها أخف كمان في ناس ما بسلقوا الدجاج بحطوه مع البصل بسنية وينطبخ بالفرن لمدة ساعة كمان بصير هلأ بعد ما انتهيت رح أاخد الدجاج مباشرة على الفرن تحت الشواية مباشرة لحد ما أعطيه لون ذهبي خفيف هلأ منيجي لتحضير الخبز أنا عندي الدجاج بالفرن عم بتحمر واليوم رح أفرجيكم الخبز اللي رح أستخدمه هذا الخبز ببلادنا اسمه خبز الطابون كانوا يعملوا بفرن زمان اسمه فرن الطابون هذا الخبز أنا اليوم اخترته يكون بحجم صغير حتى يكون فردي عادة هو بيكون رغيفة كبير احتجت منه خمس رغفة بحتاج لوصفتي وعاء كبير أو صنية هون عندي الزيت اللي طبخنا فيه البصل بحركوا شوي حتى أخذ من نكهة السماء المترسبة تحت وهون باخد منه مغرفة عندي هون مرأة الدجاج الجاهز زي ما شايفين رح أخذ منه كمان مغرفة طريقتي هاي بخفف فيها نكهة الزيت بطلع الخبز كتير أطيب وما تخافوا ما بطر أبدا لأنه كمية المرأة كتير قليلة بس بحرك شوي صغيرة زي هيك وببدأ باخد الرغيف بغطس الرغيف بهالشكل بإيدي لثواني بعد هيك برفعه وبقلبه على الجهة الثانية كمان مرة بغطسه شوي هون عندي الرغيف بعد ما حطيته بصنية الفرن بفضل استخدام وراء الزبدة كتير بساعدني وهلأ باجي للبصل البصل اللي عندي هون صفيته من الزيت باخد منه تقريبا معلقة كبيرة وببدأ أوزعها فوق الرغيف بهالشكل نقطة مهمة لازم نترك الجهة البيضة أو الأفتح من الرغيف لفوق حتى تتحمل معي تحمير بالفرن بس أشوف البصل توزع مني هيك فوق الرغيف بكون الرغيف عندي جاهز ليفوت الفرن أنا هون برفع الدجاج لأنه بكون تحمر وبفوت الرغيف تحت النار مباشرة هلأ بس يقرب الرغيف الأول يتحمر بالفرن رح نحضر الرغيف التاني بظل أزيد على الصينية اللي بسقي فيها الخبز مغرفة من الزيت ومغرفة من مرأ الدجاج لما تجربوا هاي الطريقة كتير رح تعجبكم لأنه رح يطلع الخبز أخف بكتير ونكهته أطيب رح ياخد كمان من نكهة مرأ الدجاج يطلع بطريقة كتير طيبة برجع بضغطه وبسقي بهالشكل بالخليط لثواني على الوجه الأول وعلى الوجه التاني بنفس الشكل وباخده على صينية تانية وبغطيه بالبصل هلأ فورا طلعت الرغيف من الفرن زي ما شايفين كيف أخد تحمير خفيف كتير حلو صار لونه ذهبي شوفوا كيف مقرمش موطري مباشرة هون أنا رح أنزل الرغيف بالصحن أو بالصينية اللي بدي أقدم فيها لمسخن وبنفس الوقت فوتت الرغيف التاني مباشرة على الفرن حتى كله يكون سخن بنفس الوقت بالنسبة لهذا الرغيف رح أعطي رشة خفيفة من السماء اللوز المحمص وهو ضروري بهاي الوصفة نقدر كمان نستخدم لسنوبر في حال تواجد البقدونس الأخضر المفروم وكمان نعتبره ضروري رح أترك هذا الرغيف بمكان دافي لحد ما أنتهي من الرغيف التاني الرغيف التاني صار جاهز معي رح أاخده كمان مباشرة فوق الرغيف الأول بهالشكل هلأ هيك أنا بعد ما انتهيت طبقت كل الأرغيفة فوق بعض والدجاج عندي جاهز شوفوا هاللون الحلو اللي أخده دجاج بالفرن رح أرس قطع الدجاج فوق الخبز بهالشكل بنقدم لمسخن مباشرة وهو سخن هيك كل شخص بياخد رغيف بصحنه بدي أفرجيكم قديت دجاج مستوي طبعا نكهته كتير طيبة لأنه مستوي مع بصل وبهارات ماخد كمان من نكهة زيت البصل اللي ألينا فيه شوفوا كيف الخبز من الأطراف ومن بره كله مقرمش من جوه رح يكون طري وتمتعوا هلأ بأطيب مسخن رح تأكلوه بحياتكم بتقدم مع اللبن الرايب وإن شاء الله ألف صحة